واحدة بتقول انا يا سيدنا يعني اسئلة كتير من الستاتة النهاردة مرورش جرارهم كويس يعني بيتحركوا اتنشطوا بتقول انا يا سيدنا تقدم لعريس يعيش في الخارج طب اعرفت منين ما هيكتو دين نشوف بعدين تقدم لعريس يعيش في الخارج وانا كنت موفق عليه لكن اهلي رافضوا وهذا العريس عارف ذلك وعارف ازاي وسافر يسر لما جاتنا اتعرفت عليه و وفقت عليه وقال لها موفوش وسافر لكن انا كنت موفق واريد هذا الشخص ولازلت اريده وهتمنى ان تقدم لي مرة اخرى واوافق عليه بالرغم من معارضة اهلك ما هي بنتي لما انت تتجوز واحد مع معارضة اهلك لو تعبت معها ما تلاقيش حتى تروحيه يعني الواحدة لما تتعب مع زوجها تروح لاهله فاذا كانت هي ضد اهلها واتجوزت من غر غردهم يبقى بأي وش هترجع الاهله لا مش كويس وده اللي بيسموه الحب الطياري يعني يعني الرجل جاي من الطيارة فهي حبته وهو طار وهي ملحقتش الطير بها الزواج ما يكونش بالشكل طبعا مش اكام ان واحد جايلك من الخارج يعني توفق عليه على طول انت اعرف حكايته ايه هل سألت عليها الكميسة اللي هو يد عليها بالخارج هل سألت عليه الناس اللي موجودين في الخارج يعرفوه اللي ما يعرفوش ثم اهلك ما وفقوش عليه ليه لازم فيه اسباب لكن انت من محبتك للزواج بهذا الشخص محططيش في مخك الاسباب اللي من اجلها اهلك رفض انما خليت الحب هو كل حاجة كبه دي يا شعور مراهقة لما تخرج من فترة المراهقة متعقلي وتفكر التفكير متزم وتقول هذا الشخص كان تقدم ليه عن طريق ناس نعرفهم طب الناس اللي تعرفوهم اللي اقول اهلك ما وفقوش ليه انسي الشخص اللي شوية انسيه ومشى الله ربنا يبعاتك واحد من الداخل مش من خيرك ويكون احسن شوية ده حاجة نقطة ثانية عايز اقولها لك ونسيت اقولها وهي مهمة جدا يعني انا نقس جمه للخارج وتجوزوا ومقدروش يخرجوها معهم مقدروش يخرجوها معهم مقدروش يخرجوها معهم ولا الجرين كارد ولا حاجة وفضلت تعلق مصر لتعرف ما تجوزه او انا مش متجوزه اعرف حلاب بالشكل دي يعني يجي من الخارج تجوز ويمشي ويسف ومتعرفش هي تسافر ويسف خليك على خليك اشف تسerson لمبارس شخص